اخوتي واخواتتي العزاز السلام عليكم. اتمنى ان تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل والتسير والرزق الكثير. مرحبا بكم معي في قصة وفي حلقة جديدة. القادية دياليوم قادية اللي وقعت الاحداث ديالها في نواحي مدينة التازة. يقول لكم مبعيدة. تازة جاءت ما بين فاس وقرسيف. هذه القادية وقعت في عام 2009. بالضبط في واحد نار سيأتي واحد سيدة لعند الكوميسير لتبلغ على الاختفاء الرجل. رجلها كان في عمره 48 سنة. هذه السيدة الاسم ديالها ناعمة. ناعمة ما تقول? بالضبط في الاسم ديالها تلت يام هو غاب على الدار. تلت يام هو غيب. كان تقول رجلها كان وقع. بنات ناشي ستاعة. تابزنا. خرج غضبان. ومن ذلك اللحظة اللي خرج فيها من الدار. من تم معاودة شافته. هي فلوشن كي سحبلها. كانت تقدم السيد غير يبرد ويرجع للدار كما يدير ديما. ولكن من اللي ديالها تلت يام. والسيد ما بنشره الأطار. شطنة من جهته. خررت انها تبقى تعيطي في التليفون وخاصية غضبان. ولكن هنا تفجأت ان التليفون دياله طافي على غير العادة دياله. واحتم لعيطة العائلة ديالهم. اكدوا لها باللي ما شافوهش نهائيا دو كل ايام. من بعد. ناعمة مشت سلسلية في الخدمة دياله. شنو كي يخدمه هو. وشفور ديال الهوندا. يعني كنقل البضائع والسلعة والآذات. مشال تلك الموقف كي يوقفوا الشافر بطموبيلاتهم. كي شدوا وبدأت تسول عليه. ربما يكون غضب زعمة ومشى صاحبه. ومن ثم يمشي الخدمة. ولكن بعد ما سولت عرفت بالإراج لها. اللي اسميته دريس. ما مشاش نهائيا اللي خدمته. من النهار اللي خرج من دار. من النهار اللي يداب زمائها. هنا شكت ان شي حاجة تكون واقعة لدريس. وهذا اللي خلها انها تزيد تخلع عليه. وتمشي مباشرة تعلم البوليس. البوليس اللي كان بينك وبين راجلك. شنور اللي خلال الامر اطوار حتى خلاته يخرج من دار وما يرجعش لها نهائيا. عاد قوله من نعيمة بان المشكل بحل قاية المشاكل اللي دي ما كتوقع في العائلات بالأزواج. وقاية المشكلة على المصروف ديال الدار والمشاكل المادية. هي تلبس منه بشارت اهل فلوس المصروف قبل ما يخرج. وهو بحال دي ما كيتحججه يقول لها انا ما عنديش. قادية مزيّرة ما اختمتش مادر تقوله. وبسبب هاد الهضرة تعصبت عليها حتى هي. هي عارفة راف جيبوا الفلوس. عارفاتوا كيف يكتب عليها. داك شعرت تزيده في الهضرة. وكتقول له مخرج وما عارفتوا فيه نمشى. ناعمة كتقول البوليس. اللي هادي ماشي اول مرة. اللي عتناقش هي مع دريس على ود المصروف. ولا مزيّرة عليهم بالزاب. وديما مدابزين وديما كيخوش من الدار مع السم. كيدور ضرب دورها كي يبرد. كي تبرد عوض القادية بيناتنا كي يرجع للدار. وعلى كل ما عمره غاب هد مدة كاملة على داره. دريس ما عمره يقدر يسمح في خدمته. ها هي حتى الخدمة ممشأش لها. المهم من بعد ما اخذوا البوليس الاقوال دي النائمة. من بعد ما اخذوا جميع المعلومات على رجلها. دريس الشيفور دي الهوندا. قالوا لها لا لا شريفة. سيلي دبا بحالك. سيلي دارك. وحنا غدا نتصله بك. سوف نتكلفه. يعني لابد شي معلومات جديدة. تريفونه وانا دبا نعي طرق. من بعد مدى 48 ساعة على الاختفاء دريس. بدأوا البوليس في الإجراءات اللباحة دي النائمة. إجراءات روتينية والعتيادية. كي يسهلوا سبيطارات. كي يسهلوا مصلحة الحوادث. ربما السيلي كوندر شي حديثة. وربما ما لدي الكسيدة الهوية دي ما لقوهاش معاه. ربما ما شي حد قريسة ضربه وصرقه. ولكن للأسف. وخسوا وفقاء البلايس لمحتمل يكون فيهم. ما لقوش الآثار دي له. وهو ما كيقلبوا على دريس. حتى يجيهم واحد البلاغ من بعد خمس يام على الاختفاء دي له. تقريبا نقول سيمانا. جاءوا جاءوا بلاغ من عنده المقدم دي الواحد المنطقة. ماذا يقول? قال لهم بأن واحد السيدة رجعت عنده وعلماته بأنه كان دايزة من واحد البلاثة كيلو حفها اززب الحشاكم. واحد البركاسة. احتلقات جثة دي الراجل في دي المنطقة. هذا البلاغ خلاهم يمشيوا في البلاثة على وجه السرعة. مشوا مرفوقين بتقنيين دي المساح الجريمة. مشوا دي اللي نعطي لهم المقدم الناس. ما الذي وصلوا؟ أصلاً الناس بجموعين. الناس مجوقين. ضايراً بديك الجهة من كل جهة وطريق. يسألوا ماذا كون هذا؟ فين فايتين شفته؟ هو من هنا؟ أول حاجة داروها البوليس بعدها بعد ذلك الناس على الضحية. وبدأت الشرطة العلمية كدير في الخدمات دي لها. من المعاينة الأولية التي دارو البوليس على مصرح الجريمة تبيل لهم بعدها بأن الضحية شخص اللي تكون في عمرو حوالي خمسين سنة بحلها كاك. فيك النواحي. كان باين أن الضحية مضرب ضربها قوية على مستوى العنق ديه. وكان واضح من خلال الريحة اللي كانت مجهدة. أن هذه السيدة تقتل مداهدي. يعني ماشي في دك النار. لماذا؟ رحة عاطية الجد تبتك التحلل. البوليس يستكدون أيضا أن الضحية لا تقتل في هذه المنطقة. لا يوجد الأطار ديه. لا يوجد الأطار ديه. لا يوجد الأطار ديه مع ركادة السنة. إذا 100% الجريمة وقعت في المنطقة أخرى. عاد نقلة الجد تجابة لهذه الخلاة وتلاحظ. ولكن الأمر الذي خلالتهم استغربة. لأنهم وجدوا أحد الحفرة اللي كانت ضحية. خفرة كبيرة محفورة بشكل قبر. يعني بدأوا يحفروا له شيء قبر. ولم يكملوا. الحفرة كانت بيناها جديدة. يعني الترابة جديدة. الاحتمال الذي يشكوا فيه البوليس هو أن هذا المجرم أو المجرم الذي يدروا هذه المصيبة. يعني فشرتك بجريمة لهم. يجلبوا هذه الضحية لهذه الخلاة على أساس لكي يحفروا له قبر. يدفنواه تسمى. وبدأوا يحفروا هذه الحفرة. على أساس يكملوا اللي يحفروا فيها ويرضموا. إما هذا المجرم يخاف. يرى شيء شيء. يسمع شيء. يحسد شيء واحد. أو يدركوا الحال. أو يخرجوا له النهار. وليس يكمل اللحفير. خلها تسمى. ما قادش يخفي معالم الجريمة دياله. ما يكملش العمالية. هذا كيبقى مجرد احتمال اللي كيبان أنه وارد بشدة. الشرطة العلمية. لاحظوا بأن على القاتل كي نجوج ديال الخسلات ديال الشعر في الحواج دياله في الحواج دياله. في الحواج الضحية. بقى هنا انشارات طوال. فلا يقلبوا للحواج اللي اللابس. يجبونه لديه الوثائق دياله. لديه اللاكات ناسيونال وديه الكثير من الأخرى. الهوية ديال الضحية هو إدريس. سن دياله 48 سنة. وساكن في النفس عنواركين في اللاكات ناسيونال. إدريس بدأوا يقلبوا في مصرحة الجريمة. بدأوا يقلبوا في ذلك الحفر. ربما كان يحفر طاحت له شيء شيء من جيابه. ربما شيء شيء طاحت له ولمردش لها البال مع ذلك الخدمات ومع الدمير. شيء شيء ما تقدر توصل البوليس للقاتل. يعني ربما يلقوا شيء داليل عليه. اللي سهل ليهم التخطيق. ليس مع أمريكا كان يعمل بها القارو. يلقوا فيها مثلا البصمات. ولكن مع الأسف ما يلقوا تلك شيء ما تقدر توفيده. لك الساعة تعلمت نيابة العامة. ادعوا الجدة المستودع البلدي الأموات. كي يجعلها تشريح طبي. وبدأوا يسولوا في الناس الذين كانوا أحدا الضحية. أول واحد يبدأوا معه هو المقدم. المقدم هو الذي در هذه الإخبارية. هو الذي يبلغ. من الذي يسوله؟ قال لهم بأنه رجعت عنده أحد سيدة. وعلماته بأنه يلقى جدة هنا في هذه البلاسة. قال لهم وانا جيت بطبيعة الحال وشفتها. واتصلت بكم في البلاسة. وهذه السيدة كانت باقة من أحد الناس الذين مجموعين أحدا الجدة. قالوا لها البوليس جرواها بالجنب وبدأوا يسولوها. قالوا لها لا لا ما تكديره في هذه البلاسة. وفي هذا الوقت هذا بالضبط. البوليس ضروري يشكف أي واحد ولو تكون مرأة. وهذا الشيء يوقع في الكثير من المرأة. ما هو حال من واحد يبلغ على شيء جريمة؟ ومن بعد تحريات والتحقيق يتبين أنه ملاه. هو الذي يرتكبها. هذه السيدة كانت المرأة الكبيرة في العمر. ما يقولون؟ يقولون أنها ساكنة في طوار قريبا من هذه المنطقة قنية. ومكلفة كل الصباح تأتي للماء ويجمع الببوش. ويجمعه في السوق. هذا الصباح حتى لا نقرر العمل لها. يأتي لها باستمرار. يعني يوميا. وفي هذا النهار خرجت الصباح من دارها. من اللي وصلت لتمة اللقاء السيد طايح في الأرض والدم غرق حواجه يعني من الشوفة الأولى بأن السيد ميته شبعاً موت السيدة غيشة في الدك المنظر تتخلعت بزاف فالبلاسة بشتكاجري للدار ديال المقدم وعلماته هو بدوره جابعد أتأكد وعلم البوليس بهذا الشيء يعني تاجع لك البلاسة تأكد بنفسه وشف في عويناته أنا ما يقدرش يزعم علمه هو ما شافش تأكد أن المرأة ما تكتبش البوليس خضاوا المعلومات الشخصية لهذه السيدة وطلبوا منها أنها ماتوا مشي لحتى بلاسة لا تصافر الزمال للحتى مدينة تبقى أحدهم باش من يحتاجوها يلقاوها هنا أول حاجة داروها البوليس هي أنهم ما يفعلون؟ في محاضر اختفاء لفائدة العائلة وزع مسبق الشيء عائلة اللي بلغت على اختفاء راجل بهذا المواصفات في هذه السنادة هنا ألقاوا باللي كان فعلا واحد بلغ دارته مراته شكون هاد مراته؟ هي نعيمة دارته بشي أيام استدعوا هاد نعيمة عندهم وعلموها بالوفاة دير راجل هادريس علموها بالجريمة اللي دارت فاقه السيدة غي سمعت هادشي بدت تكتبكي توطرت دخلت في حالة هستيريا احتبال لهم بأن هادك شي مبالغ فيه بدوكي يشكو فيها حتى اياه لأن الغوات ديلها ما كانش غوات عادي ومالقا وجوجوش خسلات دير الشعر دي المرأة بدوكي يشكو فيها اياه اكتر كيقولوا يا إما هاد السيدة عندها دخل في الجريمة دي الراجلها وجاد زي ما تبلغ عيباش تدير تمويه وباش تباعد على رأسها الشبغات يا إما فعلا هتكون مؤثر بزال يعني ما هيكونش هادشي تمتيل وهذا شي غادي يتأكدوا منه البوليس من بعد تحقيقات المؤام السيدة من بعد ما تهدنت من بعد ما حبست من اللغوات طلبوا منها باش تمشي معهم لامورغ ومستوداء الأموات باش تأكد ان الضحية فعلا هو رجلة انه خالقه والبطاقة الوطنية ديه تقدار تكون مزيفة كان ضروري انهم يتأكدوا من هادشي يتأكدوا من مراته السيدة غيشة في وجه دريس قلت لهم هذا هو رجلي هذا هو زماني وبدأت تنضبه وتتغوث رجعوها للبوليس معهم الكوميسارية لكي يعمقوا معها البحث بدأوا يترحوا عليها مجموعة من الأسئلة العتيادية والروتينية التي تتسأل هذه المواقف مين نخدم رجلك؟ رجلك عنده شي ماشاك يمشي حد معين ومشي حد كان يهدم أخرى نايمة تقول أن رجلها يعمل في واحد الهندة من واحد الموقف كي يهز السلعة كي يهز الرحيل أي حاجة بغيرها كليان كي ينقلها له أكدت لهم أن دريس ما عنده احتشي مشاكل وما عنده احتشي عدوة مع احتشي واحد سواء في الخدمة سواء مع الجيران سواء في علاقاته العائلية ولكن في واحد اللحظة وهي تفكر واحد معلومة مهمة قلت لهم باللاتي باللاتي في النهار الذي سيقع بيني وبينه صدع في العشية كان جلدار بحوائجه كان مقطعين مرموش من وجهه من الذي سواء مالك من الذي سواء مالك من الذي سواء مالك ومالك دخلت مع الصب قال لي يبدو من الذي سواء مع أحد سيدي في الخدمة أحد سيدي يكون معه في البلاسة يضعون الهنداء قال لها بأنهم تدبذوا وسيقعين من وجهه فقط من الناس الذين يفكونا قال لها كما كان فكونا الناس الذين يتم كنا نصل إلى مواصلة كبيرة من السؤولاته ما بينكم وبينه ما السبب الذي تجعلكم تدبذوا مع بضعياتكم قال له هذا سيد دائما يضع دائما دائما يقبال عينيه دائما يدليل كلين دائما بعض المرة يكون جاي شئي واحد قاسد نراه جاي عندي في طريق نيش انه كي يشير لي كي يتعرض له هو كي يوقف له باب رزقي كي يشده يبقى يضوق فيه في الهضرة اه جانا اصبر معك انا كده حتى كي صدق الدائلة لخدمة قاطع لي رزقي وهذا الشيء عايش ما عجبني لحال والداب السنوية كي نقوله بعيدة من قليان ديالي حتى بقى نتعايرو نتسابوتها في كل الناس وهما البوليس يسألوها قالوا له انتي ماذا السبب دي الخصام المستمر ما عراجلك ما يمكنك كنه كده بزغير على مصروف وكذا وكذا دار غري سيكون شئي سبب اخر مهم ببوليس بدأوا كي يحاولوا ايش بدون النارداء ايش بدون النارداء ايش بدون النارداء ايش بدون النارداء باي طريق ربما تكون مخبي عليهم شي حاجة وتقدر تقرر ليهم ولا وغير بالغلط ولكن ناعمة كانت تابت كانت متشبتة بالاقوال ديالها قالت ان المشكل اللي عندها مع رجلها او المشاكل اللي كانوا عندها مع رجلها كانوا مشاكل عادية كي يكونوا ما بين الازواج حل اي راجل مع مراته ناقل على الماكلة ناقل على الصابون ناقل على المصروف مهم بحلاكة سؤولها البوليس واش كتشكي في شي واحد اللي ممكن يكون صفاء الرجل لك قلت له ما سيادي انا ما كانش كفحت ما نقدر نضي التقليد ديال حتى شي واحد اهنا البوليس طلبوا منها باش تطيعهم العنوان ديال البلاسة يعني الموقف اللي كي يكون فيها رجلها دريس كي يكون بالهوندا دياله يعني فين كي بلاسة الهوندا دياله كي بيترزق الله فعلا خضعوا البوليس العنوان ومشاولتهم هيا وصلت لك الموقف بدأوا كي يسؤولوا الناس اللي يتمع لها دريس وكل شي كي يشهد بها دريس رجل ضريف رجل زيعة رجل عمر روتار وصوله كذلك على الخلاف اللي وقع بينه بين شي واحد مؤخرا تماما يعني شي واحد من موالي الهوندات والدابز مع بعضياتهم وفعلا الناس اكدوا هذا الشي اكدوا بانهم جوج بهم الدابز وغير احنا اللي فكيناه السبب عليها كي يقولوا بان هاد السيد اللي اسميته راشيد ديالما كي يحقر على دريس وكي يدلوا الكليح وهذا هو السبب اللي خلهم يدابز مع بعضياتهم من بعد وروا هاد راشيد هذا في ساكن ان هذا اللي يدابز مع دريس ربما هو اللي يكون عاودة بفاهله بشاول تماما واجبوا لعندهم وبدأوا كي يحققهم بدأوا اولا كي يسغلوا على المشكل اللي وقع بينه وبين دريس هذا النهار راشيد كي يقول انا ما بيني وبين دريس حتى شي مشكل هوجه كي يقول هذا تكديري كليان وتنقرنا وتنقشنا عادي وعلاود كي يقول لك تحاربني في طرف ديال الخبز ديالي وفي كونا الناس البوليس ما تيقوش شكوفه شكوف الأقوال دياله ودك الشعله بدأوا كي يواجهه كي يقصهم على دراو كي يقول له شوف بلا متقات خربق قولنا عش قتلت دريس مية في الميان تقمتي منه بهذا الطريق راشيد كان ما عارف والو ما عارف اصلا واش دريس مات واش لقاوه مقتول واش دريس مريد واش بقي حي اهنا البوليس يقول له بان صاحبك دريس راه لقينها مقتول احدى واحد البلاسة اللي كرميو فيها النفايات حشبه اهنا راشيد من اللي سمع ان القادية حامضة وفيها جريمة قتل وان دريس مات مقتول يلا تدابز معه مؤخرا بقى الوقت كامل وكيت راحت كي يقول له والله ما عندي شي علاقة بها الجريمة كي يحلفوا كي يعتن قلبه كي يقول له المشكلة اللي بينه وبين دريس مشكلة بسيط وبسيط بزار على هاد المشكلة انه قتله وهاد النقاش اتراكي وقعوا يوميا في البلاسة فين خدامي لبين الشيافر بين الشيافر عودوا الكليا موهم البوليس بقوا كي يضغطوا على راشيد لأساس باش يعترف لهم لا كان دير شي حاجة كي نسيد كادر متبت متشبت بالاقوال دياله وكي اكد انه ما عنده حتى شي علاقة به هاد الجريمة نهائيا من بعد ما بحثوا معه ويتمكين حتى شي دليل ضدوا شي دليل اللي كي يربطوا بالجريمة المقتل دريس طبيعة الحال تلقوه خاوة خلاوا يمشوا بحلاته ولكن عم يقوموا مراقبينه خاوة هكاك حتى خرج تقرير طبيب الشرع خاصهم يساينوا التقرير باش يعرفوا يعني الوقت اللي تقتل في دريس امتها بالضبط باش يشوفوا هاش راشيد عنده شي حجة لغياب شي قونت واش كان في مصرح الجريمة يعني خاصهم يربطوا بين هاد مسألة دراشيد يعني نهار دي لفين داز ودريس البوليس مكملين في هذه القضية وداز مدة طويلة على الجريمة مع الاسف ملقوا نهائيا شراس الخيط اللي يتبعوه ولي وصله الفاعل شي بيست اللي تفكله ماذا اللغزة هذا اي طريق كانوا يتبعوها يلقوها مسدودة بحيط قاوها كاك حتى الواحد نار البوليس دي لنفس المدينة غادي يجيهم بلاغ من عند واحد السيد اللي كيقول انه كاينة واحد الريحة واحد الريحة مش جهت بزار كتخرج من واحد محلابة هاد المحلابة كانت لاصقة على الضر دي لهاد السيد ومدة دي ربع ايام وهو ما كيشمو هاد الريحة و الريحة غادة وكان جهت كل نهار كتزاد البوليس من اللي توصلوا بهذا الخبرات بشو مباشرة لذيك المنطقة بشو مباشرة لذيك المنطقة بشو مباشرة لذيك المحلابة وقلبوا عليها ونلقوها بأن فعلا الريحة كانت تخرج من ذيك المحلابة وريحة خائبة ريحة دي الجيفة وغالبا بحلوة لها تكون لديها شي جده البوليس ديكسة اخذوا امر من النيابة العامة عند وكيل ملك اهرسوا ذاك القفل دي الباب ودخلوا للمحلابة ودكش اللي كانوا متوقعينه هو اللي يلقوها ما الذي يلقوه؟ لقوه واحد الراجل طايع على رأسه طايع في الأرض بجبد ضايرة به واحد بقعة يلتم البوليس يدخلوا شافوه الناس تجوقوا بدوكي بعدهم على الفلاسة علموا الشرطة العلمية وبدوكي يسولوا النيدوك الجيرال اللي كانوا ضايرا تماما السكان ناس اللي ساكن في ذلك المنطقة هذا السيد هذا ضحية اسمته كريم في عمره 38 سنة وهو ملمحلابة النيزة وهذه مدة طويلة لكي يفتحها في هذه المنطقة وبدأ يترزق الله بدأ يأخذها على رأسه وهذه خمسة يام تقريبا لكي لاحظوا أن المحلابة لكي تفتح مستودة وهو ليس من عوايده يستليا لأنه كان يتخسر ما قالوا مع رأسهم؟ قالوا ربما يكون صفر البلاد ربما يكون مريض عيان ويرسح في داره ولكن من اللي بدأوا يشموا ريحة من الجهدة كي تخرج من هذه المحلابة هذا الشيخ اللهم يعلموا البوليس في البلاسة حيث تبدأوا بطول أحداث كي تربطوا الريحة والمحلابة مستودة قالوا غالي بنع تكون واقع السيد شي حاجة ووصل لنحلابة دياله ديكسا سؤلوا من البوليس على العنوان يعني الدار اللي سكن في هذا كريم والمحلابة يمشي وزع ما يقلبوها ربما يلقوا شي حاجة كي تربطوا هذه الحديثة بشي حاجة عنده فضائحة تدين شي حاجة لعبها قالوا بأنه كريم قريب من المحل دياله النيت وسكن غيوب بوحدته أن عائلته سكن في مدينة عقادية في هذا الوقت هذا وصلت الشرطة العلمية وبدأوا في المعاينة دياله الجتة سيلاحظه يعني جتة ضاحية على القول بأن فيها ضربة قوية في الراس دياله من اللغم غالبا بشي أداة ردة شي حديدة شي خشبان تكون قاسحة واليبا مغفور اللي ترعود انتباههم هو كي نوحد خصلات ديال الشعر ألقوهم في الحوايج ديال الضحية أو بعينين هنا بدوك يربطوا الحديثة الجريمة اللولة وهذه الجريمة لكي تلقى على الجتة ديال الدريس ها هو تلقى عود على الجتة كاري البوليس بدوك يطرحه في مجموعة من الفراضيات يعني ممكن تكون الجريمة اللولة عندها علاقة بالجريمة التانية ولكن هذه المرة هذه المصرح الجريمة هو المحلابة على عكس الجريمة اللولة اللي تقتل فيها دريس في بلاسة أخرى تقتل في بلاسة أخرى وجابه للخلاق ولكن هنا رح تقتل في المحلابة وقتمه علاش لأن المحلابة كانت تعامره إذا انت مصرح الجريمة من اللي قلبوا البوليس في الكيس يعني في المجارفة كيدير كاريم فلوس دياله اللي يقاوه كيس فرخاوي حتد تريفون دياله ملقاوه اشتمه إذا دافع الجريمة غالباً يكون هو السرق ولكن اللي ينتبه له البوليس هو أنه فجأ رح يجبوا الباب ديال المحلابة لعقلته باب ديالها مطرق مستدمر بره بالقفولة يعني يعني شكو اللي عنده السلو توليست تفسير اللي اعطاو البوليس بخصوص هذه المسألة هو أن المجرم غالباً من بعد مسألة الجريمة دياله خضس وارت من الجيب ديال من المحلابة من الجيب ديال الكريم ومن اللي يخرج سد بشكل عادي سد المحلابة ومرتاح مع رساته وزعد يعني بشتاوه احد ما يلاحظ أن المحلابة محلولة ويدخوله يلقى الجده بحاله بغي يعطل الأمور البوليس خضاوه البصامات اللي كانوا في ديك المحلابة كاملة والداول جدتاً مستودع الأموات مرهد الشي مشاول الدار ديال الكريم باش يدرونها التفتيش يقلبوها على أمال يلقوا شي دليل جنائي وربما يلقوا ما في الدار شي دليل على أن شي واحد كان يجي عنده الدار ويقدر يكون هو اللي يدار فيه هذيك الحالة دخلوا البوليس بدأوا يقلبوا الدار كاملة قنط بقنط ولكن ما بنت لهم حساسي حاجة اللي كتير انتباه كل شي عادي قاوه هكاك حتى يلاحظو هذا البصام محطوط في البيت ديال الكريم إنه مع رأسهم ممكن يكون هذا البصام وسط منه شي حاجة ربما من اللي نفتحوه ونقلبوه نلقوا شي دليل اللي يقدر ينفعنه في هذا القضية ودهك شي اللي يداروه شعلوه وبدو يقلبوه فيه الشرطة بطبيعة الحالة التقنية من اللي يقلبوه لقوا فعلا أنه كريم هدي مده وهو يهضر مع واحد سيدة وآخر هضره دارت بيناتهم هي في النهار اللي تقتل فيه الضحية عارفوا من خلال المحادثة اللي دارت بيناتهم محادثة كانت في ذلك امسان ميسانجر اللي عقلت عليه كريم كان متافق مع السيدة بجي عنده ذيك الليلة اللي المحلابة البوليس عارفوا أن هذا هو ورس الخيط اللي غادي يتبقوه أزو ذاك البسي ودوه باش يديرو له الخبرة التقنية عندهم نيت يشوفوا ذاك الادرس اي بي ويشوفوا في كيفية عاطية في كين العنوان دي لاتسيدة اللي كانت كدردش معها في المسان وشكوا أنها هي النيت اللي تكون جات عنده سرقاته وصفاتها له حيث هي الوحيدة اللي كانت في ذاك الوقتها كانت هضر مع كريم وبالضبط هضرت معها حتى في ذاك الليلة إذاً مياه في المياه اللي جات عنده مرهد شيء هذي يخرج تقرير الطبيب الشرع تقرير اللي ادرع للضحية الليولا اللي هو دريس واحتعال الضحية الثانية من المحلابة اللي هو كاري هي يقول تقرير أن الضحايا بجوج بهم تلقوا ضربة ديال الغضر قوية في الرأس ديالهم اللي هي اللي تثبت في الوفاة ديالهم بجوج بهم ضربين من الخلف دريس كانت تقترف بشي بلاسة وبقات المامهدة ومن بعد هزوه وجابوها لذيك البلاسة ولاحوها في ذاك الخلق أما كريم تقتل وصل محلابة دياله وبقات الماعة تتعفنة الجدة والقوام من بعد تقرير البصمات ديال المحلابة كيقول كاينين كتر من خمسين بصمة فيها محلابة رب لا صلي فيها الناس تالهنة الناس كيجوون هكتر كيجو باستمرار وهذا شيء عادي يعني صعيب على البوليس باش يحددوا المجرم بيناتهم هل يطلب حرشة هل يطلب نسمعها هل يطلب رائبة هل يطلب حريرة ولكن تقرير التحالي اللي دارت لدوك الخاصلات ديال الشعر أكدت أن الخاصلات بجوج بهم الطابقين بناسبة 100% يعني هذا خياتي اللي كانت صفاتها الأول هي صفاتها التالي الشخص اللي قتل بريس هو اللي قتل الكاريما ليس كنقول له مراني أن الخاصلات ديال الشعر دوار أنا التحالي أكدت أن هل يطلب وهذا الشيء اللي خلالهم يزيد ويشكوف السيدة اللي كان يهدر معها كاريف الدرداجة تأكدوا أن 100% يكون عندها علاقة بهالجرائي وماشي بعيد تكون هات السيدة قاتلة متسلسلة تكون سفاحة كتستدرج ضحايا ديالها في حويج دريس لقوا ثلاثة ديال الشعرات ومختلفة أما في حويج كريم لقوا غير شوش شعرات من باقي الخاصلات كاملين كانوا جوج مطابقين مع بعديتهم أما الثالثة فهي راجعة لشخص آخر وغالباً سيكون بري لأن الشعر قسارق هنا البوليس عرفوا أن هات السيدة اللي قتلت مكانش بوحدتها غالباً كان معها شي حد شي راجل او شي ولد هو اللي عاونه او ربما هو اللي قتله هي اللي عاونته يعني من اللي كانوا يرتاكب الجريمة طاحت منهم ذوك الخاصلات ديال الشعر ربما كان شي سراع ولا كان شي نزال مهم قاوكي تتناو الخبرة تخرج بشي حدو العنوان ديالهات السيدة خبرة التقنية حدو اللي بي وحدو الضار ديال ديال الموضم الكونيكسي من اللي خرجت النتيجة وقدروا يوصلوا للعنوان ديالهات السيدة عارفوا بأنها السيدة اسمتها مريم 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 مرأة ارمالة ساكنة في واحد الحومة شعبية مريم عندها ولد واحد ولد كبير اتقلوها البوليس وجبوها لعندهم باش يعمقوا مع البحث مزيان اول حاجة داروها هي واجهها بتصويرها ديال كاريم السيدة من اللي شافت التصويرها ضربتها بنكران قد كانت شوف قدروا مهات السيدة مريم 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 البوليس عارف انها كانت كتب عارف انها كانت كتب معها وعارف انها عارفها ذلك الشيئ لسا بمقاوش تيقن فيها وشكوا انها هي مولاة الفاعلة عارفوا انها مخبيها لهم شي حاجة ديالك سامة دروجقامة اخضوا واحد خصلة من شعرها وصفتوها المختبر الجنائي باش يقارنوها مع الشعر اللي يلقاوه على الضحايا بجوش هذا واحد مدخل جد النتائج تأكدوا ان هذه الخصلة ديالك الشعر مطابقة تماما مع العينات الخرين اللي تلقاوه في مسرحي الجريمة يعني هي اللي صفاتها الدريسم والهوندا وهي اللي صفاتها الكريم والمحلابة ولكن السؤال اللي كيف قال اعلاش قتلاتهم الناس عندهم تعالق مع بعضياتهم دريسم ما كيعرفش كريم جاه حمات مختلفا بل بوليس عندهم دليل جنائي كافي ملي واجهها بهذا الدليل ملي ما عرفت راسها بأن الكتوب ما قديش نفحها ومع تزيد تخنق راسها في هذه الدهمة جريمة تعبت عليها مئة في المئة فالأخر قررت انها تعاود لهم كل شيء لا عدتك تعاود كانت تقول انا امرأة ارمى لها راجلي مات خلالي الوالد ما خليت فاش تكرفاس ما خليت فاش خدمت عليه خدمت في القهاوية في الضيور الناس كانوا يطمعوا فيها كانوا يستغلوني يشوفوني مرابة واحدانية يريدوني قرارة وغطر راس وشعن واحد كلالية رزقتي بتاع مالا ضربتها بزاف وبدأت كتشكاية قلت لهم من اللي شفت ان الامور المادية الصعيبة وصعبة بزاف وولدي اللي اسمته خالد كان في عمره تسعة عشر عام يعني ولدي يريد البس ولدي في مرحلة مراهقة يريد أن يأتي مع ابناء و يريد أن يعيش و يتلع في رأسه ولكن أنا لم أقعد العين بصيرة و ليس قصيرة و لم أقعد هذه المسائل كاملة وهذا الشيء الذي تفكرت نجد طريقة التي يربح منها الفلوس بالزحف و طاحت لي هذه الفكرة في البال فعود أن نأتي الضعرة قلت لها أن نذهب مع الرجال نستدرجهم لديه و من أين يأتي نسرقهم أنا و أولدي كانت مالية و أولدها و أولدها دخالي دادا و نتافقين عن هذا بحكم أن خليد كان يفهم في المسائل الإلكتروني كان يقليل في السيبيرات و يعرف هذا الشيء للشاط و بدك يوريها كيف تفتح مع الرجال كيف تفتح الكاميرا و كانت تستدرج غير الناس اللي عارفهم و مرقعين شوية الناس اللي عنده فلوس صحيح كانت تعرف على السيد كانت تبقى تهدر معه حتى تعرفوا باللي عنده الفلوس باللي مدور عاد كتستدرجوا هنا طاحت في دريس شو دريس كان يقوله مرة أخرى أنا مكحطة أنا ما عنديش ولكنه فلوسه كان يشي بجوية أخرى قاتل بحط الطريق وتجابت النهاية دياله هنا دريس بعد ما خرج من الدار معصب على أماراته بانت له غير فمريم هناك تكون معصب كتكون سهل باش تمشي لطريق أخرى جابته للدار ديالها من اللي جابته و شفت في جيب دياله واحد من بلاغ ديال الفلوس اللي موهيم منه عنه هزتهم دريس دريس ما شفتها شفتها ولكن من الناد أرادها يزيلوا فراصه هذا الشيء كانت نوت كانت تقليف جيابك الناد بدك يقليف جيابه ما لقى الفلوس هذا الساعة بقى يسؤلها الفلوس و يغوط و يحيح مريم منكرة أنها هزت له الفلوس بقى و يغوطوا مع بعضياتهم حتى يكبر المشكلة بيناتهم هناك اللحظة دخلوا لدها خليد و ينزل عليه يغفلوا و ينزل عليه بواحد العصر راسهم طاح كو من اللي يتأكدوا أنه مات توفى خلوا في الطارق عندهم واحد يومين الناس ما عندهم مش دريبة خافوا ومن بعد هزوه بدك يحفروا واحد الحفراء يعني إلى أساس كي يطمروه كي يدفنوه كي يوجد الدريس لا تعطيش الريحة ولكن غير بدك في العملية واحد لحظة بدك يسمعوا شي حد كان جاء لديك الجهاز شي واحدين يحضروا مع بعضياتهم مجيزين مبعيد قالوا غالبا أحصلون أما في الحالة الكريم مريم كانت تقول أنه كان متفق معها باش ديك الليلة تأتي عندهم المحلابة قالوا لا تستطيع أن نحصل لديك لديك الضار يجب أن يعرفوني وغالبا قالوا لدينا شي حضاية التماء يشوفوك 100% كريم كان يجعل الفلوس المحلابة في المجر المؤهن تفقتي أولها من اللي وسط المحلابة وسدوا الباب عليهم كريم والأم دي الأدل والد غفلت كريم وضربته واحدة دقائقة دي المهراز اللي كانت محطوطة التماء فقد ضربته لديها قصحة لا حدثو من ضربة الأولى وليس تعودته إلى الضربة الثانية ثم تأكدت أنه مات انها أحلت الباب بالخفية بشوية لأولدها دخلته للمحلابة ومشول المجرح سوف ينزع المال سوف تسجل سوف ينزع المحل ونزع المحل وخرجه وقوموا عليه بالقفل من برها لكي يكون بالليكاري لديها ونزع المحل ونزع المحل لان القفلها تسجد من برها ولكن الجرائم دي المريم مسالات شنا البوليس غاد يعرفوا منها انها فايت قتلت شي واحد قتلت واحد الراجل ودفناته هي والدها في دارها النية وفعلا مباشرة من بعد ما عطرفت ليهم مريم بعد شي مشو لدار ديالها حفلوا تحت واحد سداري وفعلا هذي يلقاوا عظام بشرية من فونة الماء وعظام كتبين بان هاد الشخص تدفن مدة طويلة يعني مدة طويلة باش قتلوه ودفنوه تمائي كانت ديال اعترافات ديال مريم كانت ديال اعترافات ديال والدها خاليد تا هو الأقوال ديالوجهنتم التطابقة مع الأقوال ديالمو خحطهم من بعد تقدمت مريم وخاليد العدالة المحكاة محكمت على مريم الإعدام أما خاليد فاتحكم عليه بالمؤبات هنا قصتنا سالات ونختمه بدعيوات الخير اللي ولفناها لايك تبعني لما كاتب الخير اللي يخرجنا من ضلع لعب لعب اللي يرزقنا حرس الخاتمة ويجعلنا خفاف درافع لقلوبكم ويرزقنا الصحة والسلامة وطول عمر والفلوس الحلال اخوتي اخواتاتي لغوضة ان شاء الله نفس الموعد سلام